تنضم إلينا من نيويورك صحفية في نيويورك بوست السيدة كيلي تورانس أهلا بك سيدة كيلي اليوم كيف يمكننا أن نصف طبيعة الموقف الأمريكي حيالما يجري في المنطقة التي تعيش على شفا سيناريوهات مبهمة الملامح نعم كالعادة إدارة بايدن ليست واضحة في رسائل التي تطلقها ونرى من خلال الأفعال أنها تدعم إسرائيل وترسل على سبيل المثال سفنا حربية ومقاتلات إلى المنطقة أكثر من تلك الموجودة هناك وحتما هي ترسل موارد عسكرية لشرق الأوسط لدعم إسرائيل في حال شنت إيران هجوما جديدا انتقاميا على إسرائيل وخصوصا بعد قتل إسرائيل لزعيم حماس في طهران وكذلك زعيم العسكري لحزب الله في لبنان الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من كل المؤتدين الأمريكيين مغادرة لبنان عند إيجاد أقرب تذكرة هذا يعني أن هناك يأس إذا الوضع هناك وتنبؤ بأن تصعيد واقع لا محالة طيب من خلال الوجود الأمريكي في المنطقة إن حدث أي تطور سواء من إيران أو من حزب الله وصار هناك يعني كما ذكر التطور كيف ستستطيع واشنطن أن تحمي إسرائيل بطبيعة الحال هناك أصول عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط بشكل مسبق وبعد السابع من أكتوبر بعد ذلك الهجوم من حماس على إسرائيل تعززت الأصول العسكرية الأمريكية وتضاعفت وهي أرسلت مسبقا سفنا ومقاتلة حربية ستكون بتموضعة في المنطقة وبالتالي هذه الأصول كلها لدعم إسرائيل في حال هاجمت إيران الإسرائيليين وبطبيعة الحال هناك استعداد لدعم إسرائيل إذا نشبت حرب مع لبنان وسيتم تقديم المزيد من الأسلحة لإسرائيل ومواصلة دعم إسرائيل كما دابت أمريكا على فعله مدى السابع من أكتوبر الكل متيقد وفي حالة استنفار هناك حرص في أمريكا أن يكون لإسرائيل الأسلحة والمعدات اللازمة إذا كان هناك حاجة إليها طيب اليوم سيدة كيلي عندما يقول بلينكين أنه لا علم لأيدارة بايدن بحادثة الغتيال التي تمت عن طريق نتنياهو ألا يعني ذلك أن نتنياهو يحرج إدارة بايدن ويتصرف بمستوى مستقل عن هذه الإدارة وبعيدا عن المصالح الأمريكية في المنطقة ليس بالضرورة بطبيعة الحال إسرائيل لم تنفي أو تؤكد هذا فهي المسؤولة عن الهجوم وواضح للجميع أنها هي المسؤولة عن الهجوم والوزير بلينكين قد يقول كلاما كهذا لأنه لا يريد أن يحرج نتنياهو وكذلك نعرف أن العلاقات بين نتنياهو وإدارة بايدن متوترة منذ سنوات وقد يكون الأمر عائدا إلى كون إيران قد تستهدف الأصول الأمريكية في المنطقة إذا أكد بلينكين أن أمريكا تعرف وبالتالي الأمر يكون له دواعي أمنية أكثر من هل هذا يعني أن واشنطن كانت شريكة في حادثة الاغتيال؟ غير واضح ما إذا كانت واشنطن كانت متورطة أعتقد أنها لم تكن تعلم لأن هذه الإدارة هي كانت تريد أن لا تصاعد مع إيران عكس ما كان يحدث مع ترامب لذلك أفترض أن أمريكا لم تكن متورطة ولذلك حتى بايدن كان قال إن الاغتيال لم يكن مفيدا وبالتالي هو يوضح بشكل غير مباشر أنه ضده وهو يفضل أن تبقى القيادة السياسية لحمس موجودة وأن يتم التركيز على الجنة العسكري هل من وجهة نظرك سيدة كيلي واشنطن ترى أن نتنياهو من خلال هذا النهج والسياسة التي اتبعها وهي سياسة متوارثة سياسة الاغتيالات هو سينجح؟ واشنطن ترى أن نتنياهو سينجح في هذا النهج الذي يبعده عن مسار التفاوضات قد تكون هذه سياسة نتنياهو بشكل مكثف لكنها تواصلت عبر الإدارات المختلفة للأحزاب المتباينة التي جاءت لرئاسة الوزراء كان دائما هناك استهداف للإرهابيين وإسرائيل واجهت هجوما شنيعا وحماس كانت تخطط لهجمات إضافية ولذلك لا أرى أن هذه السياسة يختص بها نتنياهو إنما الجميع في إسرائيل يريدون من هذا الشخص أن يدفع ثمن الجرائم التي اخترفها وبالنسبة للهدنة نحن نقترب منها كما يروج ولكن منذ السابع من أكتوبر إلى الآن أي نحو أكثر من تسعة أشهر ما يزال رهائن محتجزين ولذلك أي اتفاق للهدنة هو يمر ببطء شديد ولكن دائما يقال لنا أننا نقترب ولكننا لم نقترب قط وربما هذا الاغتيال سيبعدنا أكثر عن الهدنة طيب برأيك ألا يحرج نتنياهو إدارة بايدن ويعقد الفرص أمام الديمقراطيين وخصوصا كامال هارس التي سترث الملف التفاوضي نتنياهو الذي يمارس المعروف دعاية انتخابية لصالح الجمهوريين كيف ترين ذلك؟ طبعا هناك حرب كلامية ودعائية وكانت هذه الحرب نسبة بين نتنياهو وبيدن وبيدن قال الآن أن ذلك الاغتيال الذي نفده نتنياهو لم يكن مفيدا وكامال هارس انتقدت إسرائيل أكثر مما فعله بايدن وهي كان عليها أن تغير بعض التصريحات بعد أن أصبحت مرشحة رئاسية بعد انسحاب بايدن وهي كذلك لطفت بعض التصريحات الموجهة لإسرائيل لكن معروف أنها ليست داعمة كبيرة لدولة إسرائيل ولذلك ستحاول أن تحرج نتنياهو وربما هي لا يروق لها أكثر من شعور بايدن إذا ولذلك إذا فازت بالانتخابات سيكون ذلك مثيرا للقلق بالنسبة لناتنياهو وبدلا من حضور خطاب نتنياهو في الكونغرس هي كانت في مكان آخر نعم أشكرك جزيلة شكر الصحفية من واشنطن أسيدة كيلي تورنس شكرا